وجدت القوات الأمومية نفسها وجهاً لوجه مع الساقنة فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار وهنا أقصد حسيمة ذلك عكس ما يدعيه البعض من نجوع إلى ما يثمونه بالمقاربة الأمنية وكأن المغرب فوق بركان وأن كل بيت وكل مواطن له الشرطي يراقبه بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد وآخر مؤتدين يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث وهذا خير صحيح تماما والحقيقة أن هناك توجها واحد والتزام ثابت وتطبيق القانون واحترم المؤسسات وضمان أمن المواطنين وثيانة امتلكاتهم في حين أن الرجال الأمن يقدمون بتضحيات كبيرة ويمالون ليلة نهار في ظروف صعبة من أجل قيام بواجبهم في حماية أمن الموطن واستقراره داخلين وخارجين والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم ومن حق المغاربة بل من واجبهم أن يفتخروا بأمنهم وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص إذا كان بعض الأدميين لا يريدون الاعتراف بذلك أو يرفضون قول الحقيقة فهذا مشكل يخصهم وحدهم ترجمة نانسي قنقر